راديو دبنجا يقدم الكنداكا الكنداكا برنامج يُعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي أهلاً ومرحباً بكم مستمعون ومستمعات راديو دبنجا في برنامجنا الكنداكا معنا اليوم الأستاذة نفيسة الأمينة الأستاذة ومربية الأجيال والليلة اتطرقنا لموضوع مهم جداً جداً أرقت مجتمع كل مجتمعات ولايات السودان بما فيهم ولايات شمال دارفور مدينة الفاشر ألا وهو موضوع الزواج وتحضيراته والعادات الدخيلة في الزواج فالليلة دالين نعرف أستاذة نفيسة نبدأ بمراسم تحضير الشيلة ما بين الأمس واليوم وما الذي يتغير البدء أرحب براديو دبنجا وأرحب ترحاب حار وخاص ببرنامج الكنداكا وشيد بهذا البرنامج الذي بدأ يتلمس قضايا حساسة في المجتمع فالتجهيز الشيلة بين الأمس واليوم يختلف اختلاف كبير جداً وحتى مكونات الشيلة اختلفت اختلاف كبير جداً وهذا شيء طبيعي في التطور وفي اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة الشيلة في الزمن الفات الشيلة البيت ما بتمشي تختار العروس ما بتمشي تختار الشيلة ولا بتتعرض لأهل العريس ولا العريس ذاته بيشوفها ذاته خليك من إنها تمشي مع العريس وتشتري احنا ما بنعيب للناس زي الزمنه إنما بنقول ده التطور طبيعي الشيلة زمان حاجاتها بسيطة شوية أرياح فستانين وثلاثة شب شبين وسفنجة توبين توب للأم وفستان والخالات دي جيب لهم فساتين والحبوبات وكده وخلاص يعني بنتهي على كده أما الشيلة الآن حدث ولا حرج والله الشيلة الآن أنا ما عقدك أتكلم فيه لأنه فيها حاجات بتبهر العيون وحاجات يعني بتزهل العقول والعروس والعريس بيتفقوا وبشتروا الشيلة بتاعتهم بحضروها ففي تحضير الشيلة يمكن العروس تعصر شوية على العريس والعريس ما عنده خيار خاصة إذا كان متعلق بالبيت فيمكن يشتري حاجات ويدخل في ديون ويعني ده بأسر في حياتهم المستقبلية في شيلة وبذل التحضيرات وتم التحضيرات بتاع الشيلة في تدخلات تحديداً بين الخالات والعماد والصديقات من ناحية العروسين في تجاذبات بين الأطراف دي كده المواقف القاعد بتحصل زي شنو والله المواقف اللي بتحصل إنه لمن يجيبوا الشيلة الخالات والعماد يعني بشتبوا الأم خالص ببعدوها بعيد لكن أنا داير أذكر الخالات والعماد إنه الشيلة دي الشيلة دي على حسب إمكانيات العريس والعروس الاثنين اتفقوا وحضروا هذه الشيلة الحاجة اللي بتكون ناقفة دي المفروضة الخالة ولا العما إذا هي عندها إمكانية تجيبوش أن تساعد الناس دي لأنه يعني طالب الزواج حقا على الناس يعانته يعينوا فعندنا يعني يقول لك الحاجة دي شينة والحاجة دي شوية ويجيبو داك وما تجيبو داك الكلام دا ما صح يا جماعة المفروضة الأم تكون شخصيات قوية وتقيف تقول لهم يا جماعة الشيل بيجيبو دا إذا لقيتوا طلع حوا ساكت ما المفروض تقولوا حاجة دي ناقص ولا حاجة دي زيدة لأنه دي الهدايا إذا بتسأله أسأله من الصداق هل صداقة دا بلغ النصاب ولا أقل من النصاب بتاع الصداقة المفروض يكون والصداق دا يعني بقيم في الشرع لكن الحاجة التانية دي هديية ما في زول بيجيبو قول هديتي دي ناقص ولا هديتي دي قصيرة ولا هديتي دي طويلة المفروض الأمة الخالات والعمات يعني يلزمن الحدود ويشافوا إنو دي أسرة طالبة القرب منهم ما المفروض يخط له متاريس في مواقف إنو في زواج يعني بعد ما بدوا التحضيرات وتمر الزواج يوم الزواج يتفركش بسبب التدخلات دي كده ورينة أيوة في يوم بسبب كرتونة شعيرية قالوا المفروض يجيبوا كرتونتين جابوا كرتونة واحدة كرتونة واحدة بتاع الشعيرية وإنتوا ليه ما بتقدروا تجيبوا الكرتونة التانية ونعقصكم شنو الزواج اتفرتك يا جماعة اتفرتك حصل طلاق عديل يخواننا عشان كرتونة شعيرية يحصل طلاق دا كلام عجيب وفي حاجات كتيرة يعني والحاجات السيئة من كده انه يلاحقوا العريس بتلفونات بتحت تحت الحاجة اللي يقناقصة وما جيب تداك ومذكرات الكلام دا يا اخواننا يعني فيها إراقة مع الوجه فيها إراقة مع الوجه انا الزواج دا يا اخواننا لا يكلف الله نفسنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الانسان قدر يجيب الكمية دي كفاية ما قدر يجيبه ما يجيبه حيجيبه ليكم من وين يا جماعة في بعض الزواهر والعادات كانت بسيطة أصبحت الآن الزامية كيف تنظر إليها وكيف نعليها والله في عادات بسيطة خالص لكن حسة يعني تطورت من عادات والله ما أقدر أقول لك بيقت شنو لكن بيقت حقوق وممكن تؤدي إلى خلافات كبيرة جدا جدا زي فطورة العريس اللي اسمه القطر دا زمان في القوز وأنا إنسانة بتاع تريف يعني أم العريس بودوا لي تلاتة أقداح في مندولات سمحة كده بودوا ليها عصيدة بملحة تلاتة أم العريس تزغرت وبجوا أخواتها وكلهم ينادون إن شاء الله كان ميتين مرة يجوا إن شاء الله يضوق وشفت واحدة بس تدخل أصبعه دا في الأكل دا وتلحظ أصبعه يكفي يقول ليك دا فال العريس فال الحبيب اسمه بيقولوا فال الحبيب لكن حس اليومين دا القطر يقول ليك والله يا القطر دا جابه قطر والقطر دا ما فيه دجاج والقطر دا ما فيه جبنة وبيض والقطر دا ما فيه طعمية يا ستي يا أم العريس انت ما جبتي في الشيلة دجاج ولا جبتي طعمية ولا جبتي بيض ولا جبتي جبنة يجيب ليك من وين بعدين حاجة ثانية المبالغة في إنه زولي يجيب القطر فيه مشكلة أنا وديت قطر أنا وديت قطر لكن لو كان في موقف يجيب لي القطر كنت أبع فيه لأنه أنا أم العريس وكان عفيته ما فيه مشكلة لكن أم العروس إذا رفضت ما تودي قطر دا بجي مشكلة تبقى مشكلة كبيرة تبقى مشكلة كبيرة لكن أنا لو كنت أم عريس باع في القطر الحاجة المؤسفة إنه يطالبوا بالقطر ويعني أكتر من نص الكمية اللي جابه في الشيلة حيرجي عليهم شكل قطر في الحالة دي المفروض هل العريس يجيبوا حق الطباخ لأنه ما يشغلوا لأنه إحنا طباخين لهم ولا دارين يخطبرون إننا نعرف نطبخ يجيبوا حق الطباخ ويزيدوا الكمية اللي أصلا برجي عليهم قطر وإلا يعني إذا فيه أم عروس قوية ودي أنا إن شاء الله بعمله في المستقبل عندي بنات اثنين ما يتزوجوا يا ناس أنا ما عندي لكم قطر وإذا دارين تجيبوا لي شيء لا وأجيبوا ليكم قطر من حسي أخصموا القطر حقكم أخصموا هناك أنا لتجيبوا لي ده ما برجي عليكم قطر لأن الحكاية دي يا أخواننا المفروض إحنا نحارب بقوة ونخفف لأولاتنا ديال عشان يتزوجوا تفاوت في المهور ما الذي يحكمه نظرة بين الماضي والحاضر والله المهور دي إحنا منقدر نحدده لأنه حتى زمان سيدنا عمر ما قدر يحدد المهور أن إحنا منه ما منقدر نحدد المهر أي زول ينفق من سعته لكن إذا الحاجة بقت معقولة تكون أفضل بعدين إذا في زول عنده مقدر أنه يجيب ثلاثة سيد بتاع ذهب خلي يطلق لنا الواحد ده في الشيلة ويدخل الاثنين ده جوا في بيته يوم يودي العروس لبيته يقول لا والله ده كمان اثنين سيد هدية كده معقولة لكن في استفزاز كبير للشباب يعني في تحديات بتحول دون معالجة المظاهر السالبة في الزواج تحديات دي شنو؟ والله التحديات كثيرة جدا يعني في زول ما قادر هو ذاته يواجه المجتبع والخوف في ناس ما عندهم الشجاعة يعني الكلام اللي أنا حس قبل شوية قلته إنه بقولهم يا جماعة أنا ما عندي لكم قطر وإذا دارين قطر أخصموا موادكم اللي جايبين علي خلوها قطر هناك ما تجيبوا علي ده لو أنا ده أنا ممكن أقوله أنا ممكن أقوله من بدر يا جماعة ما عندي لكم قطر ويجيبوا لي حاجاتي قدر أخصموا قطر كلام ده ناس كتار ما بقدروا بقولوه ما يقدروا يقولوه الخوف والكلام من المجتمع زاته والشماتة والكلام الفارغ وضغط الخالات والعمات الخالات والعمات دي الأكبر عائق في الدنيا في دنيا الزواج ما في الدنيا ساكت في دنيا الزواج توصياتك أخيرة للشباب عشان ما يعزفوا هس في شباب كتار جدا خلوا الزواج واحد تسأل وتقول له لأيت ما قادرت تتزوج بقول لأخي الزواج اللي بي مكلف وكده خلينا توصياتك لهم شنو تنصحهم يعملوا شنو والله الشباب النصيحة ما للشباب النصيحة للأسر اللي عندها بنات وعايزة تزوجهم تزوجهم بيعني تسحل الزواج تهسروا والشباب اللي عنده الشباب المتمكن وميسور الحال يعني ما يبالغ عشان ما يستفز أخوانه ولا يعمل لينا كمان يبدلينا ظاهرة جديدة إحنا ما نقدر نعالجها الأسر هي المفروض يعني ترضى بالقليل واحد نمر اتنين إذا كان عندك البتة الكبيرة الأولى دي وقمت وعمل خطيت لك متأريس وجابوا لك حاجات كتيرة خلعت الناس تاني ما بجيك شاب شاب من الشباب الفين نصف مساكين قدر حالهم ما بجيك إذا إنت كده تكون جنيت على بناتك المفروض الناس تبسط والكلام ده أنا يعني مش بقول للشباب بقول لنا سشؤون الدينية والأوقاف الجماعة القائمين على الأمر إنه المساجدين إن شاء الله ويعني يا ريد لو بدوا لينا من الجمعة الجاي إنه يبسطوا لينا في إجراءات الزواج وفي حاجات كتيرة يخلوها بالإضافة لإنه تكون في ندوات ويكون في جمعيات مناصرة دي فكرة أنا بديتها ويتكلمت عنها في المناسبات ولقيت والله عدد كبير من النساء وقفوا معي يعني للمناصرة فأنا دائرة ناس يقوم لي بندوات كل الجهاز ذات الصلة تقوم وتعمل ندوات وتبسط إجراءات الزواج بالإضافة لإنه يكون في يعني مساحة يفرد مساحة في المنهج في المقررات المدرسية عشان يدرس فيها مثل هذه المواضيع شكرا أستاذ نفيسا للمعلومات الثرة والخبرات يعني إحنا الليلة زي ما قالت لمصنا أحسن الله للخبرات لو الشباب ولو أمهات العرسان اتبعوها بكون زواج ناجح مياً مياً والحياة بتستغير ومجتمع بتكون معافة بإذن الله دي كانت حلقتنا اليوم حلقة الكنداكا من مدينة الفاشر بولاة شمال دارفور تطرقنا فيها حول مراسم الزواج بين اليوم والأمس نشكر الأستاذ نفيسا الأمين وإلى اللقاء هذه حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر